الرب يسوع المسيح كان صيته ذائع في كل مكان كان يطوف يعلم يكرز يشفي يحرر الناس وكان يصنع خيرا يشبع الجياع يهتم باحتياجات الناس وطبعا يسوع المسيح صيته تعرف في كل مكان وفي عدة مواقع في كلمة الله نرى أن عدة أشخاص من رجال الدين في تلك الأيام سواء من الصدقيين أو من الفرسيين أو من فئات أخرى كانوا يأتون ليستجوبوا الرب يسوع المسيح كانوا أحيانا يأتون ليجربوا حتى يقع في فخ ويلقوا القبض عليه أو حتى يخسر يعني الكفاءة كمعلم بين اليهود وطبعا شهرة يسوع المسيح كانت تحدي لكل الناس ولسيما هذا المعلم الجليلي اللي جاء من ناصرة الجليل مكان متواضع جدا وها الآن يحاور العلماء والحكماء في أورشاليم ولا يستطيع أحد أن يرد عليه أو أن يفحم الرب يسوع المسيح لأنه كان يتكلم الحق ولأنه كان يتكلم بنعمة ولكن أيضا كان يتكلم بسلطان إلهي فهذا اجتذب هذا الموضوع جذب الجماهير حتى تأتي لتستمع إلى يسوع المسيح فكان البعض يأتي ليستمع فينتفع والبعض الآخر جاء لكي يستمع فينتقد والبعض الآخر جاء ليستمع ويستشفي من قوة الشفاء التي كانت تخرج من الرب يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر